وكاريكتير يختلف عن النقر بس احنا مشهورين بدا يعني شعب لو ملايش حاجة يصخر عليها بيصخر عن نفسه قبل مطلع فاصل قلتلي انه معرضك في ايطاليا انت لغيته بسبب احداث غزة الحكومة المصرية عاماتا لغت كل الانشطة وكل الفعاليات برا وجوه اللي فيها نوع من انواع الاحتفاليات علشان خاطر ما ينفعش ان فيه اطفال بتغتال انت مع فكرة انه اللي بيقدم مصرحية يعتذر واللي بيقدم حفلة يعتذر واللي بيقدم اي نشاط او اي فعالية يعتذر ويجمد نشاطه حتى تزول هذه الغمة من العدو الصهيوني انا منين ورايح نتنياهو بالنسبة لي ارهابي اللي بيقودها الارهابي نتنياهو ولا الدنيا تمشي ونعبر عنده لا الدنيا ما توقفش انا شايف ان الدنيا انا لغيت معرضي دي خلاص دي حروية شخصية انا شايف ده ما ينفعش ان انا اعمل كاريكاتير في وقت فيه اطفال بتموت اي فرغم ان الفيزا طلعت بتاعت ايطاليا لكن خلاص الموضوع انتهى تمام فيه صناعة يعني العامل بتاع الاضاءة اللي في مصرح ده ده مستني العامل ده عشان ييجي عشان خطر حياكل عشان خطر حياكل اكتل ولاده ويفتح بيته فبتختلف بقى من شخص للتاني ايه لكن النوع بقى ايه ان انا ممكن اتباهى وان انا هاعد اعمل فوكس قوي على فاير ووركس واحتفالات وبتاع ده يعني ايه ما اعتقدش انهم استحب في القصة دي اه ممكن ده يقل لكن الفعلية تبقى موجودة ويجز مثلا نزل عمل حفلة وعبر ولما بحط العالم الفلسطيني والكفية الفلسطينية عمل الرمزية والناس حست وتعطفت معا خدت موقف من بايومي فؤاد بايومي فؤاد انا ما عجبنيش جزئية في الموضوع يعني عايز يشتغل يشتغل تم معظم القصة اللي كان موجود ما حد نشفتح بقى اه حدش كله ايه لكن ان انت تطلع تزايد على زميلك وان انت لو انت عايز تعتذر تعتذر ولكن مش عارف يعني كان يوسف واهبي قوي في الموضوع بشكل يعني زميلك لما طلع ما جابش سيرتك وطلع اتكلم في فيديو في مصر سيادتك لما تبقى موجود في مصر اعمل فيديو ورد عليه وقوله الاسم زي ما انت عايز لك ما جيش خارج حدود الوطن وعلى خشبة مصرح مش مصرية وتيجي تنتقده قدام جمهور مش مصري هنا بقى الحكاية اللي خلت ايه الموضوع يزيد معاه الشعب المصري عنده يعني ايه الشهامة وعنده المرؤة وعنده ازاي يقدر يعني ياخد بطرق اي حد يحس ان هو الظلم بشكل شيك وشكل ساخر بس انا شايف برضو ان الموضوع زاد شوية معايا برضو مش جلد يعني اه اه قول رأيك انتقد لكن مش جلد او تجاوز تمام هطلع فاصل وبعد الفاصل قهوة مصراوي وبمناسبة قهوة مصراوي لازم احيي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لانه كل الكاريكاتير اللي بيعمله عمر فاهمي بيبقى البطل في حاجات كتيرة قوي هو رئيس الوزراء المصري ومع ذلك ليه بحيي لانه راح افتتح معرض عمر فاهمي كانت لفتة في منتهى الرقي اللي بيعمل